سورة الحجرات تحدثنا عن سوء أدب كبار الصحابة وعن عدم امتلاكهم لأدنى مستويات اللياقة الأدبية في التعامل مع سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله إنها الآيات الأولى من السورة بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حافظوا على الأدب وأنتم تتعاملون مع رسول الله قدموا أمره وقدموا شأنه لا تتقدمون عليه لا في حديث ولا في إدارة أمور ولا في قيادة جيش ولا في صحبة في الطريق ولا في دخول إلى المسجد ولا في خروج منه هذه أمثلة القضية لا تقف عند هذه الأمثلة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حافظوا على الأدب على طول الخط زمانا ومكانا رسول الله هو المقدم وشأنه هو المقدم فلا تسيءوا الأدب في أن تقدموا شؤونكم على شأن رسول الله أو أن تتقدموه أو أن تسبقوه في أمر من الأمور الراجعة إليه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ماذا سيترتب على ذلك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا كله كان يفعله الصحابة من سوء أدبهم من سوء أخلاقهم مع رسول الله إلى الحد الذي يهددهم القرآن بأن تحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هذا حديث مع الصحابة أم مع قوم يعيشون في استراليا مثلا في ذلك الوقت إنهم صحابة النبي إنهم جيران بيته إنهم الذين يرافقونه في كل يوم ويصلون خلفه في مسجده إنهم كبار الصحابة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يعقلون هذه أوصاف القرآن لصحابة النبي إنه الوصف الذي قرأته عليكم من سورة الأعراف قبل قليل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أهذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هذا تفسير وشرح للآية أكثرهم لا يعقلون هذه أوصاف الصحابة القرآن يصفهم بهذه الأوصاف أن نصف الذين قتلوا فاطمة بأنهم عصابة هذا في الحقيقة متح له ما هو بذن بالقياس إلى وصف القرآن لهم وهم في حالة هي دون حالة قتل فاطمة إنهم يسيئون الأدب في التعامل مع رسول الله في التعامل الاجتماعي اليومي القرآن هكذا يصفهم إذن كيف يصفهم القرآن إذا ما كان الحديث عن تعذيبهم وقتلهم لفاطمة عن إيذائهم لفاطمة بأي مستوى من مستويات الإيذاء إذا كنتم لا تقبلون من أن القوم قد قتلوا فاطمة لكنها أوذيت أوذيت فكيف سيصف القرآن حينئذ هؤلاء هذا هو القرآن يتحدث عن الصحابة مرة يقول لهم من أن أعمالكم ستحبط ستنتهي أي لا قيمة لكم ولا قيمة لأعمالكم يا أيها الضالون الضالون هم الذين تحبط أعمالهم من هم الذين تحبط أعمالهم إنهم أهل جهنم الجهنميون هؤلاء هم الذين تحبط أعمالهم ومرة يصف أكثرهم بأنهم لا يعقلون الوصف الذي مر في سورة الأعراف من أنهم أضل من الأنعام أضل من الحيوانات هؤلاء هم الذين لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ماذا يحدثنا البخاري في صحيحه إنها الطبعة نفسها صفحة 881 رقم الحديث 4845 قطعا بحسب هذه الطبعة فطبعات البخاري كثيرة والترقيم يختلف من طبعة إلى طبعة بحسب طبعة دار صادر 2004 ميلادي صفحة 881 إنه الباب الذي عنوانه باب لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي من كتاب تفسير القرآن بسنده عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك من هما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كاد الخيران أن يهلك لن أقرأ لكم من أحاديثنا فإن أحاديثنا ترسم صورا أخرى كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما أبو بكر بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر عمر برجل آخر قال نافع الذي روى الرواية عن ابن أبي مليك وهو نافع ابن عمر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى آخر الآية قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه إلى آخر ما جاء فيما ذكره البخاري بالإجمال من دون أن أتوغل في الرواية ومن دون أن أقارن ما جاء فيها مع ما جاء عندنا فأنا لا أريد أن أحدث في هذه الحلقة بأحاديثنا وإنما بأحاديثهم ومن أهم كتبهم من البخاري ومسلم فقط مع أن كتبهم الأخرى فيها وفيها من الأحاديث الكثيرة لكنني سأكتفي بقراءة الأحاديث من الصحيحين فقط من صحيح البخاري وصحيح مسلم فآيات سورة الحجرات ترتبط بأبي بكر وعمر هؤلاء هم كبار الصحابة وهم يسيئون الأدب في التعامل مع رسول الله سؤال يطرح نفسه الذي لا يمتلك اللياقة في التعامل الاجتماعي اليومي مع رسول الله هل يؤقل أن يصبح خليفة كاملا لرسول الله بعد استشهاده صلى الله عليه وآله سؤال يحتاج إلى جواب إذا كان الصحابي أيا كان ليس مؤدبا مع رسول الله هل سيكون مؤدبا مع عترته هل سيكون مؤدبا مع أجلاء الصحابة من أمثال سلمان هل سيكون مؤدبا مع الأمة بكاملها إذا لم يكن مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا تقولون أنتم أنا لا أحدثكم إلا بالقرآن الواضح الصريح وبحديث البخاري ما قرأت شيئا منذ أن حدثتكم عن لقطات من القرآن ما قرأت شيئا من الأحاديث إلا من البخاري ترجمة نانسي قنقر